فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله ومن هذا الباب أنه كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد له صمداء ومن هذا الباب هو منع التشبه للمشركين أنه صلى الله عليه وسلم كان يتخذ السترة في الصلاة وهي من سنن الصلاة وأمر بها صلى الله عليه وسلم المصلي ولكن كان إذا صلى إلى عمود أو إلى عصى مركوز بالأرض فإنه لا يصمد إليه صمدا وإنما يميل عنه يمينا أو شمالا منعا للتشبه بالذين يعبدون هذه المخلوقات ويسجدون لها فهذا سد للذريعة ومنع للتشبه بهم ومخالفة لهم لأنهم يقصدون السجود لهذه المخلوقات ويصمدون إليها الرسول خالفهم ومال عنها